العمل التطوعي حقيقة كما نعلم هو عبارة عن أربع مستويات ويبدأ بالعمل التطوعي العام ثم المهاري ثم الاحترافي ثم عن بعد التطوع العام أو ما يسمى بالذي الذي لا يحتاج إلى احترافية أو مهارة وهذا مثل ما يفعله كثير من الشباب كما تفضل أخي عبد الله أثناء موسم الصيف أو أثناء الإجازات يستغل أو أثناء وقت الفراغ يستغل هذا الوقت في عمل تطوعي سواء مع مؤسسات غير ربحية كمؤسسات مجتمعية أو مؤسسات ربحية من خلال المسؤولية المجتمعية هل هناك مقابل لا لن يكون هناك مقابل حقيقة لأنه عمل تطوعي وهذه هي القاعدة الأساسية لكن القيمة التقديرية لهذا العمل تحسب فنقول سائعته أو عمله أو مكافأته تحسب له كقيمة لهذا العمل التطوعي فلذلك حينما يعمل هذه الأعمال التطوعية فهي تسقو المواهب تسقو الخبرات بل ستحقق له في المستقبل كما ذكر أخي عبد الله ستحقق له الثقة حينما يتجه إلى هذا العمل مستقبلا